منار اللغة العربية المستوى السادس من التعليم الابتدائي صفحة 44-45-46 تقويم حصيلة الوحدة الأولى ودعمها يعني هذا الأسبوع الخامس من الوحدة الأولى تحت عنوان المدينة الغناء إذن هذا الدرس هذا المتعلق أو هذا المقطع متعلق بتقويم ودعم الحصيلة ديال الدورة أو الوحدة الأولى ننتقل لصفحة 45 ونبدأ على بركة الله أولا بأسئلة الفهم والتحليل أولا أشرح الكلمات الآتية حسب سياقها في النص معنى الغناء تجتم حاذة والحاجب إذن المعنى ديال هذه الكلمات حسب سياقها إذن الغناء هو هي الوافرة العشب نعم تجتم تلتسق بالأرض حاذة جاورة الحاجب هو الخادم أو الوزير حسب سياقها أملأ خريطة كلمة أنفتين إذن أنفتين هي اسم يعني النوع ديالها مراضفها عزة أو كرامة ضدها الخنوع أو الخضوع أو الجبن نعم مثلا في جملة هؤلاء الرجال ذو أنفتين ثم السؤال الثالث أذكر من كان على متن السفينة والمدينة التي يتجه إليها إذن من كان على السفينة هو الحاجب ورجاله المدينة التي يتجه إليها هي أميناء طيبة أو مدينة طيبة رابعا ما المهمة التي جاء من أجلها الحاجب وكيف استقبله المسؤولون عن ميناء هذه المدينة إذن المهمة التي جاء من أجلها الحاجب هي إيصال رسالة فرعون ملك الشمال والجنوب إلى حاكم طيبة الآن السؤال الخامس أبين مكان وجود هذه المدينة الفرعونية وأستخرج من النص العبارة التي تدل على ذلك إذن تجد هذه المدينة في الجنوب العبارة حيث أدرك الضابط أنه مائل بين يدي حاجب عن حجاب قصر الشمال الآن سنتقل للسؤال السادس إذن السادس أربط في ساهم بين كل قسم أقصى من المدينة وبين وظيفته الاجتماعية عندنا القسم الشمالي نعم كان مخصص للسكان والحياة العامة تفقنا عندنا القسم الغربي كان مخصص لدفن الموتى القسم الشمالي كان مخصص للعبادة وأيضا كان مخصصا للتجارة الآن السؤال السابع أحدد في الجدول الآتي المعالم الحضارية لكل قسم من أقصى المدينة عندنا معالمه الحضارية في القسم الشمالي والقسم الغربي إذن بالنسبة للقسم الشمالي عندنا معبد أمون عندنا القصور بالنسبة للقسم الغربي فيه الأهرام وفيه المقابر إذن عندنا معبد أمون قصور أهرام والمقابر ثامنا أحدد النهر الذي يوجد أو الذي توجد على ضفته هذه المدينة فيما يأتي ألف نهر أم الربيع بالمغرب نهر تجلى بالعراق أو نهر النيل بالمصر والجواب الصحيح هو نهر النيل بمصر وهذا معروف نعم نهر النيل عفوا هو الذي يمر بمدينة أو بدولة مصر نعم ننتقل للصفحة 46 لدينا ثانيا تطبيقات الكتابية أشكل شكلا تاما الكلمات المكتوبة باللول الأخضر حسب سياقها في النص هنا الكلمة اللولة عن إن انتهى هنا لم تسرعي هنا تجذبوا هذه الجملة تجذبوا هذه الكلمات تجذبوا وعندنا أيضا أين انحدرت ثم السؤال الثاني أصرف في الماضي الأفعال الأتي لاحة نظرة وقفة مع الضميرين أنتي وأنتم إذا طلبوا مني أنني صرفت الفعل نعم مع الضميرين أنت وأنتم إذا لاحة لحتي لحتم نظرة نظرتي نظرتم وقفة وقفتي وقفتم رابعا أكون جملة شرطية مفيدة من الفعلات الآتية إن تجتهدوا وتنجحوا إذن بالنسبة للفعل تجتهد إن تجتهد في دروسك تنجح في آخر السنة هنا عملك إن تجتهد نفس الجملة في عملك تنجح في آخر السنة يعني تخلينا نحطفنا بنفس الجملة نعم نعم نحن فقط هنا باش تفهموا أنني بدلت هذه الكلمة دروسك بعملك لأفعال اللي اعتدونا هما هدو طفقنا غير باش تفهم يعني أنت إما تسبق تطير دروسك أو عملك يعني كما خد الشيك المال أخرى يعني اللي تكون مناسبة ثم خامسا أرسم الهمزة التي تجتمل عليها الكلمة الآتية وأميز مها اجتمل منها على همزة وصل وما اجتمل على همزة قطع إذن هنا عنا أصناف همزة قطع انتهى همزة وصل أحد همزة قطع انظر همزة وصل أهرام همزة قطع إن حضر إذن همزة وصل إذن كيف قلنا أصناف انتهى أحد انظر أهرام و الحضر قنات السؤال رقم ثلاثة كنا نسيناه أستخرج من النص فعلا مضارعا أو جملة من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا صحيحا مززم وأملأ الجدول الآتي حسب المطلوب الجملة لم تسرع السفينة أداة الجزمية لم المضارع المززم تسرعي و حالته الأعرابية مززم بالسكون هنتقل للسؤال رقم ستة مطلوب مني نعم أملأ الفراغ بالعبارات الأتية المناسبة ومعابد الكرناكي أكبر منشأة مستوى العالم إذن تعد مدينة طيبة أكبر منشأة حضارية أكبر منشأة حضارية على مستوى العالم إذ يوجد فيها أشهر المعابد القديمة مثل معبدي الأقصري ومعابدي الكرنكي إذن نكتبها منايا ثم سابعا استنادا إلى الناس وإلى الصورة المصاحبة له أعرف في خمس جمل بالحضارة الفرعونية وبمآثيرها التاريخية باعتبارها من أقدم الحضارات الإنسانية موظفا فعلا ماضيا صحيحا وفعلا مضارعا صحيحا منصوبا إذن نشأت الحضارة الفرعونية في مصر القديمة أي قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد بدأت هذه الحضارة منذ عصر الأهرامات وقد قامت هذه الحضارة على طول نهر النيل ومن أهم هذه المآثير التاريخية الأهرامات التي شيدت كي يدفن فيها الموتى والمتحف المصري وجامع الأزهر إذن أحبائي هذا كان كل ما يتعلق بمقطع هذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم يوما سعيدا إن شاء الله قبل أن أودعكم أذكركم دائما بالاشتراك في قناتنا دعما لنا ولمجهودتنا وأشكركم على حسن المتابعة استودعوكم الله وألقاكم في مقطع طربوي اللح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر